اوكي السلام عليكم. راح اشرح لكم. the immune system. جهاز حلو. جهاز سهل. بس تحتاج فهم. تمام. the immune system. او اللسم. ما هو الجهاز المناعي يعني. تفكر. فكر بنفسك. وش هو الجهاز المناعي. والله. جهاز مناعي. ما نسل جهاز يمنع شي. صح. مناعي. جهاز يحارب الاشياء المضرة اللي تدخل في الجسم. بالضبط. الجهاز يحمينا من اشياء حتى لو كان يعني بطريقة غير مباشرة. او بطريقة مباشرة. صح بوضو. انا بعض الشيء. انت ما تفكر انها صنطة حميك. ويا صنطة حميك. واحدة منهم جلدك. كيف جلدي في الجهاز المناعي. شون. شو يمنع. الله يصحكو. خليك جلدك مكون من اكثر من طبقة. طبع. جدار. حبيبكي الله. مون بس يحميك. يحميك وزيادة. اكبر حامي هذا. تخيل ما عندك جلد. الهب ودب يدخل جسمك. بالتالي الجلد لو تفكر فيها اكثر يعني طبقات من خلايا فوق بعض. واول طبقة تغريبا والطبقات هذه. اغلبها يعني. اغلبها يعني. في جزء منها ميت. بالتالي ما يقدر اسم ميكروب يمر عبر هذه الطبقات الكثيرة. ذلك اول دفنس. اول حاجز. اول شيء يحميك. هو جلدك. هو اكبر عضو بعض في جسمك. يحميك. يحميك من اي شيء بالخارج. يحميك من اي شيء بالخارج. ذلك هذا هو جهاز المناعي. وفي اشياء. يعني. تبي تحارب جسمك طول الوقت. انت تحاربها طول الوقت. وشو هذا الاشي. اسمونها باثوجين. شما قصود بالباثو. وباثو معناته مرض. يعني راح تاخدون مادة سمنها باثولوجي. مادة علم الامراض. تمام. ذلك باثوجين. هو مخلوق يسبب مرض. هذا التعريب. مخلوق يسبب مرض. مثال على المخلوقات هذه. هي البكتيريا. هي الفيروسات. طيب نعرف. عندك الفانجاي. طيب نعرف. حلوين. عندك الوومز اللي هي ديدان. عندك البرتوزون. واللي ما عادرش اسمها بالعربي. عندك البريونات هي عبارا بروتين. مسفولد بروتين. يعني ما انصفت عادل. لان البروتينات تنصفت. وعيدها ان البروتينات تنصفت. تمام. تنصفت مليون صفتة. تمام. الانتجين. ما هو الانتجين. خذنا الباثوجين. باثوجين بشكل عام. شي يسبب لك مرض. ديزيرز. او يسبب لك دامج. حق مين دامج حق الهوست. مين الهوست. مين الهوست دا? الهوست هو انت. الهوست هو المضيف. اي انت. انت. يعني درجة حرارتك حلوة. عندك اغضاء حلو. عندك حرارة يعني رطوبة حلوة. عاجبني عاجبني. بكتير يقول عاجبني. انت تجدد. كل يوم تأكل. تشرب ماي. انا حبيت. حبيت. الفندق ما شاء الله عليك. ذلك هذا الهومن هو استخد. ذلك ما هو برضو. هذا الباثوجين عرفناه حين شماعي. الباثوجين مع المخلوق يسبب ضرر بالضبط. الهوست مين هوست أنا. حلو. كذا. حرارة حلوة. وقضاء حلو. وش هو الانتجين. هذا مسبب. هنقول عدم الفهم. خصوصا انا بعد كنت مفاهمة. الفرق بين الانتجين. والانتيبادي. وما هو الانتجين. ما فهمت من اول سنة. استخدت ثانية سنة وفهمت. الانتجين. بشكل مختصر مختصر كده بالزبدة كده السمر يعني. عليها الانتجين هو بطاقة تعريف. الانتجين شو هو؟ هوية الوطنية. تفهم؟ الهوية الوطنية للجسد. مش معنات ان كل الخلايا في جسمك. عندها انتجين. عندها شي يقول ان انا منك. تمام؟ هذا عبارة عن بروتين موجود في غشاءها. تميز وتعرف بنفسها بانها من جسمك. تمام؟ اذا كانت يعني الانتجين واحدة منهم تغيرت. صارت يعني ما تبين انها من جسمك. يعني راح تنجتل. تمام؟ فهي معرفة. يعني الخلايا ما نعيد يقولك تعال. طلع توكلنا. ابي شوف توكل طلع توكلنا. جيب الهوية الوطنية. تمام؟ ابي عرف انت منه ولا مو منه. لكن الانتجين هو عبارة عن بطاقة تعريف. هل الانتجين يا الياس موجود بس في الباثوجينز؟ لا. الانتجين موجود عندنا. موجود عندهم. وعند اللي عندهم. كلهم عندهم. تمام؟ كلنا عندنا. انتجين موجودة في كله. كانت فيروس. كانت بكتيريا. كانت خلاياننا. كانت البطيخ. اللي الدم عندها. اللي هو الصفائح عندها. كله. تمام؟ عشان تعرف عن نفسك. البكتيريا عندها انتجين يعرف عن نفسه. انا بكتيريا ابو البكتير. تتعلم؟ فانا شوفه كذا. ش اسمك ابو البكتيريا وبكتيري جاي من دولة مين بكتيريا? تتعلم؟ انا شوف كذا جاي من دولة بكتيريا وانا من دولة اليوس. ش سوي له؟ اقتلاء. انت مو مننا. منين جوينت؟ ما فيه تفضل تفضل ما فيه عندنا لكن الانتجن هو Any Substance يعني تقول شان Any Substance هل هو مميز هل الانتجن كده اسمه يعني بي تو اي بي كده اسمه بالضبط يعني موجه في كل مكان الانتجن هو نفسه ما يتغير شكل مثلث يعني هل الانتجن هو عبارة مثلث في كل الخلايا لا انتجن هو عبارة عن جزء منك من الخلاياك يعرف عن نفسه هل هو عندك انتجن واحد لا مثال عليه نظام الابي او في الجسم الانسان ونظام الريسيزي ايضا في جسم الانسان انت الله صحك وخليك في جسمك عندك الانتجن ياخذ وظيفة الابي او لها وضافة كثيرة بس انها اكثر تميزا هو نظام الابي او في جسمك الانسان شنو اي باو؟ واحد يقول لك يجيلك اقوله شنو زمرة دمية يقولي زمرة دمية او نيكتب تعالون؟ اهلا وسهلا او نيكتب المعطاء يعطي لكل واحد تمام معطاء؟ اقول انت ايه او نيكتب مش معناته او نيكتب؟ نسمعها كثير شنو او؟ ال او الله صلحك وخليك النظام هذا ينطق بنطق الانتجن خلاق الدم الحمراء معناها زارك اذي عندها في غلاف انتجن هذا الانتجن اسمه انتجن ايه واقول لانتو شنو زمرة دمية؟ اقول لازمرة دمية ايه بسيطة واحد ثاني عنده انتجن بي اقول لي شنو زمرة دمية يقول لي او 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 ب حلويين حباتت دمية انا كذا فهمت الصادتة واحد عنده ايه وبالو عنده انتجن بي شنو زمرة دمية يقول لي او بي اوف ما شاالله واحد ثاني اقول له شنو مايرد اللو اللو مايرد اللو واش الانتجن الله ما Kotut طعن وهو ما في أنتجن هذا لكن عندك يمن يكون عندك A بس أو B أو A B أنتجن حوالي وبالتالي قلنا هذا A B هذا B طيب نينجة الصالب الموجب اشتخل هذا بعضه أنتجن ثاني عندك الأنتجن هذا يسمونك موجب ما عندك إياه صالب عندك الأنتجن موجب لهو R H عندك إياه موجب ما عندك إياه نيكتف لذلك يسمونه A نيكتف هذي يسمونه B بوزيتف هذي هذي يسمونه AB بوزيتف هذا أو نيكتف هذا أخونا ما عنده ريسيزي أنتجن ولا عنده أنتجن يعني A ولا B ولا خرابير ما عنده ما عنده صافي وهكذا هذا نظام الأنتجنات يعني حتى نحن موجودة تعتبر كسل ماركر يتم التعرف عليها بعضه البيتفجن موجودة في الغلاف حقه يعرف عن نفسه بعضه إذا لك خلنا عن الانتجن انتجن ليش نحن نبيه بطاقة التعريف منذ راح يحاربنا لو كانت بطاقة التعريف مختلفة هو نظام المناعي نظام المناعي تقسم لقسمة قسم specific وقسم non specific وش الفارق non specific ما عليه أنت مين بالطيخ جاي من قمر جاي من آه بقتلك بقتلك انت مريت أنت غريب بقتلك ما همني ما هم منه حتى وكنت انت خلية حتى وكنت خلية أنت خلية أنا كذا بغاقف علي اليوم أقتلك هل نظامها شفت هاي مختلف عندك قتالتك انت إن شاء الله إن شاء الله يعني قتلت العضو كله طبعا أنا بقتي لك هذا هو اللي هو خلية نقول non specific كيف يعني ما عنده specific ما عنده target there is no one single target ما عنده هدف واحد طبعا أما الشي الثاني هو targeted مثل كورونا لو طلع لك يطلع له نظام specific بعد وقت طويل طبعا أول شي يبدأ هو أول شي يبدأ هو non specific بس بعدين بعد وقت طويل كل أسبوع specific يطلع طبعا ويكون target حقه كورونا بس بس وكورونا فيروح هاجمة ويصنع له هدوات مخصصة أسلحة 60 مخصصة له أخوة بس عشان يقتل أخوة ما بأي أحد ثاني لأخوة طبعا كان والله تلبت في خلية أنا بق أنت كذا رايح له بالضبط هذا specific يكون targeted يكون specified مخصص لهذا الباثوجين مثل كوبيد مثلا أو أي شي يعني يكون مخصص أما الانيت لا ما عنده يوجد للرايح والجائح هاري غالبي specific مثال عليها هي خلايا يعني مميزة هي خلايا التائية وخلايا باية تيسل وبيسل طبعا خلنا عن هذا الكلام لأننا راح ناخذ الليكتور كامل عليهم بس همش تعاف ان البيسل وظيفته هي صنع الأسلحة ما هي الأسلحة الأسلحة هي عبارة عن شي يسمونه أجسام مضادة ما هي أجسام مضادة هي عبارة عن لوبين ما هي عبارة عن بروتين بروتين وين ينصنع ينصنع في الدينا أوكي يعني معناته لازم يجي لي أمر أمر من مكان ثاني ويقول لي أصنع بروتين عبر الدينا تمام فنفكر لو كان الانتيبادي وهو الجسم مضادة والسلاح اللي نهارب فيه مصنوع من بروتين معناته أن يصنع من الدينا والدينا ما يصنع خباطة أي سلاح يجي لأمر سامي من فوق يروح للدينا ما لنا ويتم صناعة منه تمام لو تذكرون الترانسدكشن باثوي ما يسمونه يصنع منه أنتيبادي تمام سبسيفيك سبسيفيك عليه تمام يعني تلقوه بس حاقد عليه تمام مين يجي للترانسدكشن باثوي تمام مين مين يجي للأمر السامي الله الأمر السامي تيسل التيسل الأمر السامي تطلع لنا الأمر يجي لأزبنا فالتيسل تطلع لنا أمر وتأمر وتأمرونا وتدقق على الأمور وتعطي أمر البيسل أصنع لي هذا السلاح من هذا الأنتجن تعطيه الأنتجن فالأنتجن أصنع لي سلاح عليه وتروح تسوي لك تنقسم تتخصص تمام تتخصص خلايا ثانية تسوي من نفسها في خلايا يسمونها بلازمسل هي اللي تصنع الأجسام مضادة وأنتيبادي وفي خلايا ثانية يسمونه ميمري سل وخلايا ذاكرة تتذكر لما يجي لك مرض مرة ثانية تحارب المرض وتصنع لأسلاحة جاهزة لأنها تتذكر هذا هو البيسل والنسبسيك أو يسمونه انات سيستم فنروح عند النقطة الثانية هي البكتيريا بكتيريا يش اسمها عبارة عن نعارف نحن عارفين هاته ولكن أهم شيء أنك لازم تعارفها انها هي البكتيريا ليش يقال بكتيريا يا أمي لازم تنتبه لكل كلمة يقولها أن اخدار ليش يقال بكتيريا طب يعني فيه Non-Bathogenic Bacteria أيوى وصلنا خير أيوى فيه طب فيه في جسمك ايه في بكتيريا نافعة اسمونا Flora طب Flora اسمونا Non-Bathogenic Bacteria أو يقولك Flora نافعة تصنع لك فيتومين كي وأيضا تكسر الحليب ولها وظائف أخرى لذلك في بعض الحين اللي عمدها لاكتوز انتلرنز ما نعطي أنه ما يهضم اللاكتوز البكتيريا تهضم اللاكتوز وسب لك غازات تبتلي اللي عمدها حساسية من حليب هذي ليش سبل البكتيريا لأنه ما عندها انزيمات تهضم الحليب شيء مهم جدا إن البثوجنك البكتيريا اللي مسبب الأمراض عندها شيء اسمه جينز ماناتا جينات في الديني مراكبات مسببة للضرر مراكبات خبيثة شنو مراكبات خبيثة هي عبارة عن يعني تخيل عندي محارب عندها طاقم درع كذا في شوك وعنده سيف مو سيف عايدي سيف منشار كذا ناويها حرب عندها نظارة تطلق ليذر عندها درع درع قوي كذا كبير يعني ناوي شعر ذا مو بخير ذا ليش كذا خليك عايدي محارب ليش اوذر كذا ليش عندك اسلحة ومتطورة حيلا هذا هو مراكبات هي شيء يعني يعطيه ميزة للحرب يعطيه ميزة للحرب مثال عنده انزيمات تكسر كذا اكسر المضاد الحيوي اللي تعطيني سمم انت بلع قالك الدكتورة بلع مضاد الحيوي عشان تقتلي اكسر مضاد الحيوي الدوات او اكسر الدو ما تشتلني حرق مضاد الحيوي يسمونها انتي بايوتك ياش سلي عرص واش ذا شال انتي واجد انتي انتي جن انتي بادي انتي بايوتك واجد تا انتبه للكلمة الثانية تا انتي جن جن معناته يعني كنبروتينات انتي بادي بادي معناته من جسمك يصنع انتي بايوتك هذا العخص هذا المضاد الحيوي مخصص اني يقتل بكتيريا أو حتى فيروسات يعتمد على النوع وفي بعضهم عنده كابسولة يمنع الخلايا مناعية يكتشفها وعنده باللاي أو خنقول شابكات تشبك في جدار المعاء مثلا وتحطمه وتسبب لك ضرر فهذا فانقايا فرسوزوة مرزوة إلى ما آخره هي عبارة يوكريا سوف يأتي لك CAUSES SUPERFICIAL COUTENIUS SUBCUTENIUS OR THOSYSTEMATIC DISEASE SUPERFICIAL معناته على الجلد ساطح الجلد CUTENIUS معناته تحت SUBCUTENIUS تحت الجلد CUTENIUS معناته SUBCINSE SUBCINSE SUBCUTENIUS معناته تحت الجلد SYSTEMIAC يعني على كل الجسوم SUPERFICIAL أعلى الجلد CUTENIUS جلد SUBCUTENIUS تحت الجلد BEREON MISFOLD بروتين رح يسبب لك وش هو؟ Neuro Degenerative Disease Neuro ما يعني عنه نيرو؟ عصب Degenerative محلل يحلل محطم كيف يعني يحطم الخلايا العصبية تخيل الخلايا اللي مفروض انها تنقل رسالات لعضلاتك انها تتحرك خلايا اللي تخليك تحس وتتدوّق وتسمع وتشوف وكل الأمور بالأعصاب الموجودة في جسمك وهذا قال يقتلهم تعلم؟ ذلك قد يسبب لك أمراض كثيرة حيلة أمراض كثيرة يجيك باراليسس ما تقدر تحرك رجلك بسبب انه مثلا دمر عصاب رجلك وهكذا ولكن هنا كاتب Mad Cow جنون البقر جنون البقر هذا هو رح يسبب لك فيروس هي عبارة عن مليون ألف خط تحت إذا كان برا جسمك أول ما يدخل جسمك الله عش هالجو الحلو ده ويش ذا ويش ذا الجمال خلايا عضايات ما يتوكن دريا شوفوك يقوم يصير حي يمثل على الناحي يسمونه ما يعتمد على إذا كان دخل خلاياك اشتغل برا الخلايا ميت ما بحي يعني كورونا سيشة أيوان سيشة لأنه يبقى ويوصك في الأماكن ويعيش لفاترة ماينا يبقى طعم؟ ذلك ننظف طبعا هي مصنوعة من وشو؟ مصنوعة من DNA أو RNA عندها RNA وعندها إنزيم يحول RNA حقتها إلى DNA يسمونه أيوة أهم الكلام الحلو ما عليك إنك تحفظه يعني بس أقول لك يعني وعندها الـ DNA بس ستراند واحد أو دبل ستراند RNA نفس الشي يعتمد على الهوسل تمام؟ rely on it كيف rely on it؟ يدخل جسمك يأمر الـ DNA حقك أن يصنع بروتينات ويصنع نفسه منك يأمر الـ DNA حقك أن يسوي كورونا منك مثال عليها HIV HIV يدخل خلية ويحط نفسه جزء من اللي هو نيوكليك أسد حق الفيروس يلسقه في الـ DNA يعني يزرع زراعة يزرع نفسه في الـ DNA حقك ويأمر بـ تحويل الجينات حقتها اللي حصلا هي مزروعة في الـ DNA حقك يأمر أنها تتحول البروتينات شنو راح تتحول إليها؟ راح تتحول إلى فيروسات أجزاء فيروسات ويسوي لها أسمبل يجمع أجزاء واحد بواحد ويكون لك فيروس مصنع فيروس داخل خلاياك ويطلع كيف يطلع يروح يصير لك أجزو سايتوسي أجزو سايتوسي يأخذ شوي من الممبرين بالتالي يأخذ قطعة من الممبرين حق الخلايا ويطلع برا إلياسي حين فكرة حلوة صراحة أنه يطلع ويأخذ جزء من الممبرين والممبرين فيه وش وممبرين فيه أنتجن تعال قاعد يأخذ جزء من الممبرين والممبرين فيه الأنتجن حقه يعني ما حد رح يكتشفه بالضبط بالضبط يأخذ من الأنتجن حقك من نفس الممبرين لأنه يطلع يصير بادين يطلع منه يأخذ يليف نفسه بالأنتجن حقك أعطنا توكلنا أعطيك ما لأخوية عادي شو هذا التوكل يجب عليك أن يستمر مثال عليك كورونافيروس لا أبطل حديث عليك عندك نوعين ياما يكون نون سبسيفيك ياما يكون سبسيفيك نون سبسيفيك عندك فرس لاين أول شي رح يجيلك السكن يمنع الانفاجون للبدي كيميكال البارييرز الفيزيكال باريير مثال عليها سكن الثاني لما يدخل جسمك يحكم في خلايا كذا ناس قلنا المحاربين اللي ما عليهم يعني مريت ما مريت يذبحوا كذا أذبحك طبعا ما يقتل أي أحد يقتل اللي مو من جسمك مو من جسمك يعني مو بالدرجة يزيل ان يكون مو بسبسيفيك سبسيفيك ولكن مو لشي معين يعني مو حياتك لها عشان شي معين مثال عليها فاقو سايتس سايت معناته خلية فاقو معناته أكولة خلايا الأكولة مثال عليها نوتروفل ماكروفيج في واحدة بس نسيسة فاقو سايتس هي خلايا أكولة شنو تسوي الخلايا الأكولة كامون تسد السؤال ده من اسمها خلايا تأكل لديك واحد اسمها ماكرو فيج ماكرو 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 مانات الكبير وثاني اسمها نيترو فيل ماكروفيج الأكولة الكبيرة كده اسمها توقع هذا المساعة فاقو سايتوسس فاكوسيت تسوي لك فاكوسيتوسيس تاكل البكتيريا تقطع البكتيريا ما توقف تمام تخيل المكروفيج عبارة عن شيف يجي للبكتيريا وصليق وقطع قطع كده ويرتبها كده في صحان وحط الزينف عليه كده في الصحان ويجيب الطبق ده سلام عليكم يروح عند التيسل هاكي الطبق تمام هاكي شفت ياخذ التيسل لطبق شل حركات زينة وف واش ده بكتيريا ايوه ايوه جزء من البكتيريا ايوه جزء من اوكي خلا ادى واقع لا لا لازم لازم اندي البيسل روح عند البيسل شفت الانتجن خذها وسو علي جسم مضاد كان نفس القصة مساعد بس انه منظور التيسل مساعد انها منظور البيسل انه يجي للتيسل ويقدم له طبق من الانتجن احنا التيسل وهو المنظور التيسل يعطي تيسل لانتجن يصنع منها سلحة اصنع منها سلحة لذلك هنا الفاقوسايت يسمونها مسمة يسمونها ABC اوكي اوكي ضمنان القرام عندي ميت ABC او antigen presenting سل خلية present تعرض تقدم antigen في طبق حرفيا الثاني هو complement proteins هي برا بروتينات يكون ورا بعض البعض cascade of events في لها اكثر من نوع واجد نواحة C3B C3 C4 كده يتحولون من كده لكده و زبدا يعني it's very complex system يعني طب لكن آخر شي رح يكون لك شيء يسمى ماك لا لا ما بماك لا 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 تجوع ما بماك طب يسمونها major اا اا سمونها major اللي هو complex في النهاية يسمون لك drill في خلايا البكتيريا تفهم خلايا البكتيريا نفسها دي حانا قالوا ما لي ما يتفعل دي اوكي البكتيريا نفسها يسون ثقب يتورون كده حواليه ويسون ثقب هذا complement system عشان يطلع ماي منها بالتالي تنفش وتموت البكتيريا الثاني يسمونها interferon interferon معناته interfere ما يخلي احد بحالة يسمونها ifn مختصرها ifn هذه معناتها ترجمة ما يخلي احد بحالة لو هجم بكتيريا على لو هجم فيروس على خلية خلية هذي عندها system ذاكي لو هجم عليها تروح تنادي جيرانها وتقول تاري يا شباب انا فيني فيروس احموا نفسكم بالتالي ماذا راح تطلق شي اسم ifn interfere don't interfere الثانية هي information هي عبارة عن عملية كبيرة يعني مب هي شي واحد عبارة عملية من اكثر من الجزء وهي عبارة عن التهاب التهابات هذي information معناتها شنال التهاب شكل مبسط لو شت في يدك ومرة مثلا انطقت يدك او سكت الباب على يدك شرح يصير وشي راح يقلم ثانية شي راح يصير احمر لون ثالث شي راح يكبر يصير في انتفاخ في نفس اليد ورابع شي ما راح تشوف ولكن راح تفقد وظيفة خلايا موجودة داخل هذ مانات التهاب تجمع من الخلايا المناعية تحاول لتحارب البتير مثلا طال موشط قد يحجث عشان تبني الجسم مثلا لو واحد يدار ربواجد وشدها ويقعد الصبح يشوف ان في الام في عضلات لان يقعد يصير في عضلات مايكرو تيرز يعني انشقاقات بالمايكرو في العضلات ويكون مكانها للتهابات يصير العضالة لو تتحسسها تكون حارة تكون هات هذا ميزة نسيتها تكون حارة بسبب تجمع الدم في مكانها ليش ان اللوعية الدموية اللي تحمل الخلايا المنوعية تحمل الدم تحمل خلايا دم بيضاء تتوسع تلي جمع فيه سبدا روح عند آخر شيء وهو هنا حط خط على مخصوص مباحث حق واحد معين انا ابي هذا الشخص لا تروح لي عند مين ومين تروح ضيع وقتك في اي بكتيريا لا 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 انا ابي البكتيريا مطلوب للعدالة هذا مطلوب للعدالة يتم تدافع مليون ريال لو كانت شفته هذا هذا الفكرة شرطة يلاحقون مجرم واحد مخصص بالضبط ويصنعون أسلحة لا هو ذلك يتأخرون واجد عشان يصنعون أسلحة خاصة عشان يقتلون البي ستتأخر في نوعين سيل ميدي اميون ريسبونس انتيبادي ميدي اميون ريسبونس شنو معنات سيل ميدي ميدي معنات وساطة كيف يتم التواسط او يكون وسيط مثلا عليها التيسل احنا التيسل لانا ما بقلت انها يروح عند المايكروفيج واللي عبارة عن ABC تمام ABC يروح لها هي عبارة عن خلية صح تمام يروح لها وياخذ الانتجن منها ويروح بالانتجن الى البي سيل عبارة خلية مرة ثانية والتي سيل بعضه يقدر يروح للخلايا العادية يروح الخلايا يدق بابها ويقول لها عندش مشكلة لا ما عندي مشكلة عندش انا شايف فيروس داخلش يقدرون نلاحظ ان التيسل اجتماعي دائما نروح للخلايا نروح للبي نتعامل مع الماكروفيج سلام عليكم نروح ندخلي عايدية ذلك يسمونا حركته وسيط خلايا توصى بطم ذلك هي ثل ميدي اميون رسبونس تبين على التيسل التيسل تقتل that kills the pathogen في نوعين طبعا هلبر و killur تيسل يعني مو كل واحد منهم يقتل لا هلبر تساعد ال killur تجتل anti-body mediated immune response معنات انه تتفعل فقط عشان تصنع anti-body تمام اذلك immune response حقه وشه استجابتها الاستجابة كيف تستجيب كلنا مساعدة وشان تصناعة وشه تستجيب للمراض صناعة اجزاء مضادة حياتها وظيفتها في الحياة وشو وضيفتنا تصنع anti-body اذلك شنو immune response شنو الاستجابة المناعية حقتها انه يصنع anti-body شنو الاستجابة المناعية حقه التيس الاجتماعي يسلم على كل الناس سلم الناس حقيقا اذلك هنا نروح ال organs شنو الاعضاء تمام اول اول الجهاز الهضم يهضم السكر يهضم الفات ويهضم البروتين تمام تراثة منهم السكر والبروتين يقدر ينقل سهل يعني وضعه سهل الدهن ما يقدر ليش لان الصحك اذا كان ينقل دمك في 50% ماي ذلك قد يواجح مشكلة اذلك ماذا رح ينقل بالاول هو ال lymphatic سيستم رح ينقل الفات ويخز نهند وينقل لما ماكن ثانية الثاني ادرين body fluid ويش القصد منها اتوقع انكم خطة ال interstitial fluid في ال cavallery رح يكون فيها small amount of fluid remain in the interstitial fluid اتوقع space اتوقع ان مرت عليكم ذلك الكلمة في الكشور كاليفاسكلر بحيث ان ال cavallery لما نطلع السائل والدخل مرة ثانية مو بالمية بالمية راح تطلع والدخل يبقى شوي ماي بين الخلايا خارج الكابلري بين الخلايا يبقى ماي وتجمع وتجمع لو ماي راقبت نفسك وكان في مشكلة في الكابلري راح يتجمع الماء الا ان رجلك تكون من تفخة او يدك من تفخة ولكن الامر ماي سير فيتم سحب هذا الماء الزايد عن طريق الجهاز اللي مفاوي ذلك تزدرين بادي فلود ويحافظ على الفوليوم اوف بلد واي داز يعني يحافظ على الفوليوم اوف بلد بلد هو وشو انا اسئلك بالله الدم وشو نص نص الدم ماي تمام والماء يحافظ على ضغط الدم يعني لو الله اصلحك زيت ماي واجد عطيت المريض اي في او خلنقول بالابر بالوريد عطيته ماي كثير حيال نسبة الماء للملح الماء اكثر من الملح طبعا ماي واجد عطيته يعني بشكل مخص او بشكل عام عطيته ماي طبعا واجد غذيته ونسيته من ثلاث ساعة سيزيد نسبة الماء في الدم يزيد الضغط معها اذا قل يغل الضغط معها ذلك في حالة النزيف لو من تنزف او تفقد الدم يصير لك انخفض في الضغط تمام ذلك هنا عشان يخافظ على الفوليوم يشيل الماء الزايد ويحط في الدم عشان ماي يفقد كل مرة يفقد السوائل يفقد السوائل يروح ينظم الامر بينهم لمف 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 عبارة عن اسم صائل اسم صائل مثل ما سمينا الدم دم نسمي لمف لمف الدم عبارة عن نسائل احمر لمف عبارة عن لمف حركات والله بس مكونات غير كيف يتكون من بروتين متكون من دهن والله شاش حلو اذا ايو وحط شكر فيه من الجلط القلبية رح تجيلك بروتين فات وفيه white blood cell جهة يعني فيه خلايا مناعية بعضه وايضا فيه بكتير وفيروسات بعض احيان تروح تزور الجهاز اللينفاغوي ويشك ها طعم يلقطها نتكلم عن الطبع اللينفاتيك سيستم كمبون كمبونت حق يكون في primary lymphoid secondary lymphoid نفس الكابليرية ونفس الموجود عند الفين نفس هي شكلها نفس اللينفات عندها valve عندها كابليري عندها فيسل افيران و افيران ترمم البرامري lymphoid هذي حط علي الخط دي اللي نتكلم عن الأجهزة المناعية وأصري خلايا المناعية وصناعتها البرامري اللي نفويد هي البون مارو والثايموس بعد ما يخلصون يروحون لهذه الأجهزة القصة على الصحك أخليك في حياة التي والبيسل والخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبليتلت وكل الجماعة في الدم ينصنعون وين ينصنعون في النخاع الأحمر تم وجود في العظم فصناعتهم في النخاع هذه يسمونها برايميري لينفويد أورغان لأن هذا أول الصناعة تصير إلا واحد إلا واحد لا ينضج ولا يكبر ولا يطلع نهايتنا قصدية لا ينضج يركز على ذلك е لا ينضج في البون مارو من ذا ويروح إلى الثايمس يعني يتم صناعته صناعة في البون مارو ثم ينتقل إلى الثايمس ويتم نضجه في الثايمس ويكتمل في الثايمس ولكن لا يتم نضجه في البون مارو بس يصنع في البون مارو ويتم نقلها للثايموس والتيسل التيسل تنضج في الثايموس وهو الغدة توقعنا الغدة الغدة الزعترية غدة الزعترية موجودة قدام القلب قدام القلب posterior to the sternum وراء السترنم هو عبارة عن أضمة القص اللي في النص لو تدق تسمعها وراءها موجودة الغدة الزعترية تصغر في يعني تكون كبير حيل لما تكون صغير بس من تكبر تقوم تصغر 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 الغدة نفسها تصغر تصغر وهكذا السكندري هي بعد ما تخلص وتنضج في الثايموس أو البون مارو تروح في نهايتها أو بعد ما تنضج وتروح إلى اللينف نود سبلين اللينف نود يول التونسل وهي ما ذلك أو يسمونها يعني مكان عملها خلنقول الشركة التي تشتغل فيها هي السكندري مكان ولاداتها ودراساتها هي البرايميري لو تبي يتلخصها الولادة والدراسة والتخرج من البرايميري والعمل اللي يشتغلونا وشركة ومكان العمل هو اللينف نود سبلين اللينف نود ديول تونسل ادينويد وماض باختصار ذلك لها كابل الرئيز كابل الرئيز هي نفسة مالات الفين ذي اللي عندها مفاض موجود أيضا يدخل في الانترستيشيال fluid يسحب اللي هو الكسس fluid اللي من يدخل تحول lymph fluid ويشيل اللي هو fluid هذا ويحط مكان معين سب انتو ذلك لارج المفاتيك فيسل وان سو آن يعني انشياء ذي اللي يعني مموجود وين مموجودة في CNS central nervous system جهاز العصابي المركزي البونمرو النخاع التيث أسنان الكورنية القرانية في العين هي أول شيء في العين أول شيء في العين هو الكورنية عندها valve ويسمونها endothereal flops شبيه الكاريباسكو system طبعا الفاتك When you pull the side الموجود في interstitial رح تحط side هذا في مكان معين وين رح تحط في وريد شو اسم الوريد اسم الوريد subclavian vein كلام وش وش معنى subclavian طبعا clavian جاية من كلمة clavicle وش معنى clavicle clavicle هو عظمة الترقوة والله خطيئة زفت عظمة الترقوة وين عظمة الترقوة اللي على جانب على كاتف تحت عظمتين طولهم قدام قدام تحت كاتفك يام رقبتك العظمتين يمين يصور عظمة الترقوة يامي ابحث عنها زبدا عظمة الترقوة يسمونها clavicle ويتسمى clavian clavian أو clavicle sub 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 معناتها تحت تحفظها من الحين sub معناتها تحت سم معناتها لو ما نقولك subclavian مو شرط تحت رأي ممكن وراء لأن هي وراء ممكن وراء أو تحت أو ما طالك سم clavian معناتها لها علاقة بالclavicle لذلك راح تشوف الوريد هذا في clavicle أو راح تشوف عظمة الترقوة left والright في الجهتين راح ينزل لهم اللمفاتيك من جهتين واحد في اليمين واحد في اليسار يرتبط اللمفاتيك مع هذا هذا عشان يطلع السوائل الزايدة فيها في هذا المكان ويطلع الفات بعض الدهن اللي يمتصق عن في المكان يطلع في هذا المكان طبعا زيك شو سمونا drain into the carry system so the right lymphatic duct and thoracic duct بعض left جانب بين يعني موجود طب لنفو اديمة اديمة معناتها تجمع سوائل تجمع سوائل هو اديمة حالة مرضية يصير فيه انسداد في نفس اللمف بالتالي ما يطلع ما يطلع الفلود اللي ماخذه هذي لازم يلتصق بهذا الشيء هذي لازم يلتصق بالجهاز الدواراني عشان يطلع الاكسس يطلع الزايد السوائل الزايدة لو ما يقدر يطلع السوائل الزايدة راح تجمع السوائل داخلة حيث ان تنتفخ تنتفخ بتيصر رجق كبيرة ينتفخ مثلا او يكون الى ما اخر يعني يكتب من نوع موجود في الإديمة برايماري قلنا مين قلنا بون مارو اللي هو الثايروين البون مارو نخلع الاحمر is loose collection of cells وهي ماتو بايوسيس اكل هيماتو بايوسيس هي عملية صنع خلايا الدم الحمراء specific يعني مو بالحمراء بشكل متصر هيماتو بايوسيس هي العملية هيماتو بايوتين هو المركب اللي يحتاج عشان نصنع خلايا الدم البيسل اندرقو كل الديفالابمنت في البون مارو ولكن التيسل قلنا تروح للثايموس عشان تنضج اليالو بون نخاع الاصفر فيه يخزن الفاتسل يخزن الطاقة انرجي بوض يخزن خلايا الدهم الثايموس اللي هو الغدة الزعترية تكون كبيرة لما تكون ضاير وتصغر لما تكون كبير يسمون هذا اتروفي اتروفي وهي الانحلال صغر في الحاجم ذلك الثايموس اللي تشوف هي باي لوب وتكبر هنا باي لوب ما نتا دات فالصين هذا لوب وهذا لوب باي لوب عظمة القص جاي في النص فهي صايرة وراء وراء عظمة القص ويضا والأورط له شريان الأورط اللي ينزل زي كده خارجي الخارجي الخارجي منها شي سمونا كواتيكس في نص العضو هذا الثايموس 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 تي لمفوس عندها تي سلز وعندها الماكروفاج والتينجيرتك سلز وأيضا إبيثيريا سلز لها ثلاث هرمونات ليس فقط واحدة هذا تساعد في النضج والتخصص التاسير النضج والتخصص تكون صغيرة ثم تنقسم تكون أكبر وهكذا تكون تتغير يعني وظيفة تكون مش ماتشور يعني تكون طفلة ثم تتخصص وتكون ماتشور يكون بعض الموجود دندرتك دندرتك هي تايب من ABC الماكروفاج هي تايب من ABC طبعا عندها لو تشوف هنا خارجيا عندها كابسولة عندها زيادات السماترابي عندها جيملاين جيملا سنترز هذه اسمنا فوليكل حوائي صلاة وهذا اسمنا جيملاين وهذا اسمنا كابسول وهذا اسمنا تربوكلي وهذا يسمنا وشو نظام من الضعب يجب تعرف لو كان كذا شكل ضعب لو مر السائل من هنا لو يحاب يرجع ما يقدر يرجع رح يجي رح ينصف طي كذا في الجهة الثانية لو جاي من هنا لو كانت مبزكة كانت العواج زي كذا مفتوح على هنا و كذا و كان مر من هنا إلى هنا مثلا وجد دم هنا مثلا لما يبي يطلع سهل جدا يفتش كذا ويطلع تحس أنه سهل يطلع ما لو كان العكس كذا يبي يطلع كذا صعب كذا يجي هنا على النقطة كيف يفتح ها نفس من تفتح ورقة أو لزقة من ورقة مثلا صعب تفتح ولازم تغير كذا تفتح فتح وتمسك وكذا فهنا صعب أنه يفتح اللزقة الموجودة هنا ذلك هذي مكان وش تعاف لنه هذي مصار عكس يعني ليش ما رجعت لأنه ليش ما رجع هذا الشي لأنه عند فالف هذا وظيفة الفالف ذلك ما في ما في رجع بس روح يروح هنا بس ما يجب يرجع مع ثاني نفس فكرة عند اللم فهذه يسمونها رايحة هناك سمونها A حفظها واللي جاي كده سمونها A حفظها بس ال A رايح ال E جاي هذي اللينف نوت نتبه على كلمة نوت عقد لينفاوية عقدة تكون من كابسول وظيفة تقتل البكتيريا و عن طريق الماكروفاج إلى مآخر بعضه فيها ال B و T الموجودة داخل في النود هذي ترتبط فيها الل هو ترتبط فيها الليمفاتيك فيسلز أو نقول اللوعية اللمفاوية ترتبط بهذه العقد اللمفاوي الموجودة في جسمك وبعض أحيان يعني بعض الأشخاص مثل أنا لما يجي لنا كورونا يجي لنا حساسية و يجي لنا انتفاخ في العقد اللمفاوية أنا ما هل انتفاخ في رقباتيك أطاكتها يعني شي خطير جدا طلعت لهم دي حساسية و عقد اللمفاوية زاد نشاطها و انتفاخ بسكل عم سبلين بلد فيلتر السبلين أو الطحال يحطم الخليل دم حمراء في ال جهة أو جانب الأحمر ال جزء الأبيض هذا فيها الميون رسپونس عندها الت والبيسل سوى رسپونس والرد بلد عندها دستركشن حق ال رد بلسل الطحال مانات فيه أوعيدة موية بشكل مفجع كثيرا ذلك تزا فراجيل ما عنده كابسول فراجيل المانات سهل الانكسار لأنه ما عنده كابسول ويصير لها بليدين وينتفخ بسرعة سبب لك مشاكل هنا نود يولز لاحظ النود تصغيرا النود وهي أخت النود فرق عنها إن ذيك النود كانت فيها كابسول صح هنا ما في كابسول هنا ما في كابسول ذلك تستمبل تنظيم تنظيم أو هيك لا ما عنها كابسول تتكون من لينفوسايت تجمع لينفوسايت فما هي النود النود هي تجمع لينفوسايت بدون كابسول يعني خلايا مجامعة زي كده بدون كابسول هاي سمونا نود يوز مثال عليها موجودة في الجهاز الهضمي ويضا جهاز التنفسي مالت بولت و باير باتشز باير باتشز هو رقعة باير موجودة في الأمعاء الدقيقة موجودة طاقة زبنا المالت والبولت موجودة في الجهاز التنفسي أو الواحدة العرفة هي اللوزة مو بالوزة أنا كتب الواحدة تونسز هي اللوز هي بارة تجمع بارضو هو جهاز الخلايا المناعية اللوز اللوز جمع لوزة آه والله ما عرفت لا اللوز معناتها كثير من أجزاء مو بالوزة واحدة لا اللوز معناتنا في لوز لوز تنسز ثلاث أربع بالضب تتكفيها كثب النوع هنا تشوف اللوز سيرين البرتغالي هذه هي اللوز تعم سيرين كان هم رنج تعم سيرين كان هم خاتم هنا رح تشوف اللينجوال تنسز اللينجوال لانجوج تنطق باللسان لانجوال معناتها لسان بالضبط فهو موجود في منطقة اللسان لانجوال هنا موجود تحت هنا هذا وعلى جانب اللسان من وراء وعلى جانب اللسان من وراء هو بلتاين بلتاين ليش متبط بالبالد هاي اسمونا هار بالد وهي اسمونا الوراء هذا سوف بالد وهو عبارة عن سكف الفم متبط بسكف الفم هو بالتاين تونسز اللينجوال هو تحت اللسان تيوبيال لازم تعرف انه معلومة نظافية انه في تيوبز متبطة بالاذن زبري تيوبيال تونسز والأدينويد هي ما وراء الفم هنا تشوفها فوق هذا نعم هو نفس اصلا هو نفس الأدينويد هو نفس الفارنجل ونازوفارنجل أدينويد نفس الفارنجل ونازوفارنجل فارنجل هو اي اول جزء من المع ما هو اول جزء يسمونه بلعوم ليش نكتب لا البلعوم هو نفس الفارنجل الفارنجل الفارنجي داي تسمونه فارنجل التونسز بالاتين ليش نعم متبط بال بالاتين صوفت بالات و هارت بالات شوف هنا صوفت بالات و هارت بالات والحجاز أو هنقول اللي فوق هذا لينقوال يعني متبط باللسان لينقوال عندك اللي هو اللاج اللي هو تونسلز هذي تكبر تكون كبيرة تكون طفل ولكن تصغر لما تكبر إلا إذا كان زالت عن حجمها يسمونك عميل جراحي و شلون هنا لما لها فائدة طبعا هذا رأس متوضح هو شو النازوفيرنج طبعا بلعوم تكوام من ثلاث أجزاء البلعوم أو ما تاكل تكوام ثلاث أجزاء أول أجزاء يكون في جانب الأنف يسمونها نازوفيرنج نازوفيرنج لأنه نفس نوز شبيهة بالنوز فائرنج هو معناته بلعوم معناته ما بين بلعوم أو بلعوم خشم بلعوم خشم أورو أورو لماذا مرتبط بكلمة أورال أورال معناته فم أو أورك أصلا فم زبنا وهو مرتبط بالجزء الهضمي جزء الفم الهضمي اسمنا أوروفيرنج وهذا اسمنا لارنجو ليش لارنجو لانه متبط بالليارنج لارنج هو مجرى الهواء وهذا هو مجرى الهواء هنا ذلك هذا البلعوم متبط جزء منها بالمجرى الهواء مرتبط مرتبط نوز فم مجرى الهواء لارنجو فارنج أوروفارنج نازوفارنج إذا لك هنا أقول لك التونسل موجودة موجود بستيرير خلف الوال حق النازوفارنج وهو نفس الأدينويد ذلك هم عندما نتوك شيء فيه بكتيريا أول شيء رح يهزمهم وهو التونسل إذا تتفس بعض الفكرة وهذا وجود التمالي اي شيء كثير مهم منا هايبتروفي كمانات هايبتروفي 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 هي لما تكون خلية تكبر في الحجم فوق الطبيعي تحت في حال انتفاخ هايبتروفي هايبتروفي لمن تتكاثر في عدودها بشكل مفرد النديول الثانية شمانات النديول ما عندها الكابسول تجمع الامفوسايد هنا يجب أن تركز في المالتوبالت في أول كلمة وما عليك من الثانية أصوشييتد للمتوشو معناته هي للمتوشو موجودة في مرادة أو مختلفة منطقتين مالت و بالت بالت هي معناته أصوشه مالتوشو مالتوشو مائه 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 أول طبقه في مجرى الطعام بشكل منطقتين مالتوشو مالتوشو مائه ممتوشو مائه الى ما اخرى مالت هي مثال عليها موجودة في السمال التسن وهي البيئر باتش اي انجسد راح تهاجمة البيئر باتش هي عبارة عن اندوثيريا فيها داخلها فيها خلية اسمها هذا البيئر باتش اسمها شوف ان فيه هنا خلية اسمها هذا البيئر باتش تلقط البكتيريا ودخلها داخل البيئر باتش او قطعة باير هذا كده قطعة باير راح يروح للاميون ريسبونس مثلا خذنا الفيسم قريب احيان خلية ما نسوي طولرانس منها يتحمل او انه يقتل الثاني باط البيئر برانكس البرانكس هي المجرى الهواء هذه اسمها تريكيا غصب الهوائي ثم يتسكو من البرانكس مين سجمينتل وباقي ثالث بسنسيطة بعدها برانكس من البرانكس رسپيرتري برانكس فهنا البرانكس يتسكو من البرانكس برانكس 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة